اهلا بكم كل سنة وحضراتكم طيبين طول عمر مصر هي الحضن الجامع لكل الثقافات والجنسيات الحكاية بالمناسبة مش ان مصر فيها 9 مليون ضيف على اراضيها دلوقتي او 10 مليون القصة ان اللي بيجي مصر بيدوب بين ولادها وفي اوقات كتير بيدخل في علاقات نسب ومصهرة بتنتهي بانه بيتحول ويبقى مصر قصيل ده بالضبط اللي حصل في حياة اليس ريحانة العراقي اللي كان عايش في مصر واتجوز من مصرية اسمها لطيفة بوحلو وجابوا للدنيا المركة المسجلة في الكوميديا والمصرح الفنان الكبير نجيب الريحاني في تاريخ مصر مروا كوميديانات كتير وقليل لكن كلهم كانوا بيحاولوا يدوروا في فلك الرحاني اللي كتب اسمه في تاريخ الكوميديا باعتباره من الرواد صحب كوميديا الموقف والقصة مش كوميديا تفها المركة المسجلة نجيب الريحاني اتولد في حي باب الشعرية سنة 1889 اتعلم في مدرسة الفرير ودي مدرسة من المدارس الفرنسوية العريقة في مصر الفتى نجيب كان شاطر بيقرأ الروايات والمصرحيات الفرنساوي وبيحب الشعر والإلقاء شف الإبداع عالم خيالي اتصحر به فقرر يدخل فريق التمثيل المدرسة وكان أحسن واحد بيقول الشعر العربي لما تدخل المصرح المدرسة وانت صغير بتكسر حاجة وبتبني حاجة بتكسر الحاجز اللي بينك وبين الناس وتعرف ازاي تواجههم وتبني في نفسك ثقة وتبقى زي ما بيقولوا بالعربي فصيح خاصة ان النجيب كان خجول في طفولته بعد الرحاني ما كمل دراسته واخدش هات البكالوريا اشتغل لفترة في البنك الزراعي وهناك اتعرف على زميله عزيز عيد والاتنين شجعوا بعض يدخلوا عالم المصرح والتمثيل في شارع ماد الدين والأوبرا حتى لو اشتغلوا كومبارس بعدها أسس عزيز عيد فرقة صغيرة تقدم الإسكتشات اللي بتترجم من الفرنساوي ما قدرش نجيبي واظب بين المصرح والشغل في البنك وتفصل من شغله نجيب أيضا ما قدرش يعتمد على المصرح بعد ما ساب فرقة صديقه عزيز عيد وخد تجربة تانية ما نجحتش وبقى خالي شغل دور على وظيفة تانية رح يشتغل في شركة السكر في نجاح حمادي لفترة رايح جاي من القاهرة للصعيد عمال يقابل ناس ويسمع كلام ويخزم مشاهد وده الفرق بين إنسان وإنسان واحد حواسه كلها شغالة ساي المجسات بتجمع خبرات وقصص ومشاهد وشخص تاني لو حطيته في قلب مليون تجربة مش هيستفيد منها أي حاجة لكن نجيب الرحاني كان من النوع الأول نجيب قاعد سنين جواخ ناقة بين الوظيفة والمصرح وخد تجارب كتير لكنه دايما ما كانش بيستسلم هل تعلم مثلا إن العملاق نجيب الرحاني اشتغل كنبارس مترجم شارك في أدوار صغيرة اتنقل بين الفرق قضى أيام من حياته بينام على الرصيف بيعيش على القهاوي بعد ما غضبت عليه أمه بسبب عشق الفن عمل يه بقى نجيب الرحاني عشان يخرج من نمط الرصيف لعالم الشهر بعد الفاصل ناس كتير شابهت نجيب الرحاني بالفنان العلام الأسطوري شارلي شابل بسبب إن أعماله كلها ما كانتش للدحك فقط لكن وراء كل عمل كان بيقدمه هتلاقي قصة وعبرة ورمز للسياسة والمجتمع ودوره في تطوير المصرح وربطه بالواقع بالحياة نجيب الرحاني بعد تجارب كتيرة قرر ياخد خطوة أوسع قرر يكتب ويخرج عرض مصرحي ويقدمه في المصرح في كازنو صحبه يوناني كان بيقدم عروض خيال الضر لكن الرحاني ابتكر شخصية وسمها كشكشبي طلحها من خبرة السنين في الريف في البنك الزراعي وشغله في شركة السكر وهي عبارة عن عمضة متصابي بيجي القاهرة تتلف حول البنات ويرجع بلدهم مفلس لما ابتكر نجيب الرحاني وقدم شخصية كشكش بيه على المصرح كانت بالنسبة له وش السعد وكتبت عنه الصحافة ودته لقب زعيم المصرح الفكاه المهم انفجرت شخصية كشكش بيه وانفجرت معاها موهبة نجيب الرحاني الكوميدية وبدأت احواله المادية تتزبط والمصارح تجري وراه لانه ابتكر نعم المصرح اللي هو اسمه الفرانكو ارب فيه كلام بالعرب والانجليزي والفرنساوي وفيه مشاهد جديدة على الجمهور رحلة طويلة كان من اهم محطاتها شغله مع المبدع جورج ابيض اللي قدم للرحاني خلطة مصرية سرف وبدأ نجاحهم يقسر الدنيا وده خلاه يلف بمصرحياته مصر والدول العربية كمان وفي رحلة من رحلاته اتعرف عن لبنانية بديعة ما صبني اللي بعد ما جات معاه وعشقت البلد واستقرت في مصر اسست فرقة مصرحية وكازنه شهير مكان فندق شرطه من الجزيرة دلوقت مصرحيات نجيب الرحاني مع جورج ابيض كان فيها حس وطني كبير ومن اشهر مصرحياته الجنيه المصري والستات ما يعرفوش يجذبه وحسن ومرقس وكهين وكشكش بيه في باريس نجيب الرحاني بقى هو العلامة المسجلة للكوميديا الانسانية والأب الروحي ليها هو اللي ابتكرها وقدمها للمصريين بأداء بسيط من غير افتعال ولا مفعال في المصرح والسينما بعد كده تفاصيل رحلة الصعود والهبوط في حيات نجيب الرحاني محتاجة ساعات وساعات عشان تتحكي لكن تقدر تلقط منها حاجات كتير تفسر لك ليه الرحاني هو المركة المسجلة في الكوميديا الرحاني قاوم ظروف كتير لكنه أصر على حلمه استغلوا كل مواهبه عشان يوصل للنتيجة اللي بيحلم بيها لكنه عاش وفي عقله زاكرة فوتوغرافية سجل بيها مشاهد وشخصيات من الصميم المصري قدمها في كل عماله لو كان نجيب الرحاني بقى استسلم بعد كل اخسارة كان زمانه عاش موظف ومت موظف مع احترامي طبعا لكل الموظفين لكنه ما كانش عايز كده أي مبدع يقدر يبقى نجيب الرحاني لو عمل كده نجيب الرحاني كان دقيقا جدا وهو كان عارف كده مخلص لشغله لدرجة انه قبل ما يتوفى كتب رساء لنفسه وقال ما تنجيب اللي اشتكى منه طوب الأرض وطوب السماء ما تنجيب اللي ما بيعجبوش العجب ولا الصيام في رجب مات الرحاني من 75 سنة تحديدا سنة 1949 لكنه ساب وراء تاريخ ومسيرة خليته في حياتنا النهاردة مركة مسجلة